هلو هلو شانكم حبايب اليوم رح نروح اكيد وين المول بغداد وتحديدا الفلوغ مالتنا رح يكون خاص نص بالجدار سنتر يعني كثير من البنات الزولي يردون يشوفون شن الشغلات اللي موجودة بالجدار اللي بالمول مالبغداد وهسا احنا رح نروح وين يم هاي المواعين الحلوة اللي صعب واحد يختار من عيدها شوف شان حلو هاي الاستكاين يعني عن جد واحد يختار شنو يختار من بين هاي الشغلات الحلوة والالوان الزاهية هذا السيد قلت لكم سعره بخمسة وعشرين الف وبعد اكو الفناجين كانوا على تساطعاش يعني اشكال طبعا هي موسوة وهذا الطخم اللي يجنن كلش عجبني هذا كلش حلو سعره بخمسة وعشرين الف حتى العلبة مالتش قد حلو يعني هذا محبة تستخدمي تقدرين ترجعي تخليه بالكاونتار ما ياخذ مساحة شوف الابيض والاسود اش قد حلو وهاي هنا تشكيلة مع البيركسات الخاصة بالفرن كافة الاحجام وكافة الاشكال هاي مريومة اهنانا المطارات والقلاسات وهاي البطالة مع زيت زيتون او زيت او خال يعني ترامل كلش شوف السلالش قد حلوة طبعا الاحجام مختلفة حسب زوقك وحسب المساحة اللي مال البيت اكيد شوفي شوفي المقات يا جمالو شوفي التنسيقات اش قد حلوة اني يعجبني هاي التشكيلة بصراحة يعني الفناجين او المواعين السادة ما هل قد يعجبوني انتو ش يعجبكم هالشكل السادة لهم شجر كتبولي بالتعليقات واهنانا نشوفو هذا السيد ما الفطور باعي هاي المواعين ما الزيتون هذا السيد الافوكادو كلش حلو هاي مال المربيات الكاسات الزنونة هاي التشكيلة باعي هما منسقيها وهي الفنجان وهي الاستكان والالتشاي هاي المواعين والتقديم هذا اللون الزيتي والازرق يعني اذا حابة تاخذين زيتوني اكو ازرق كل الالوان ولا بصراحة يعجبني الازرق بس هذا الزيتوني هم كلش حلو باع الاورنج البرتقالي يا عيني بس كد حلو هاي التنسيقات مال مواعين هم كلش حلوة شوف هاي شكت حلوة عيلا على وردي وازرق داخلة بياتشي خليط مالالوان حلو واكو على حدة يعني موسيتات هما يعني منسقين اوكو اشياء منسقية واكو بدون تنسيق وطبعا اجينا اهنا نه على الجانب الاخر اللي هي اكسسوارات الصالة او الاستقبال والطعام وشمع الدانات والتحفيات اللي مثل ما يقول دائما انجدت بيها شوف اش كد حلوين شوف هاذا الثوب التركي وهنا نه فازات الورد للمساحات الصغيرة اكو احجام صغيرة المساحات الكبيرة يعني واحد يقدر ياخذ حجم اكبر اهنا نشوف هذيني هاي الفوانيص الرمضانية لازالت موجودة كلش حلو باع هذا السيت الاسود يرهم بالبوفي اش كد حلو اشوفي شوفي هاي هاي شف الجمال شكت حلو وشف النزاكة هاي ممكن تتخلى على الميستواريات واحد يخلي العطور مالتا او يعني اصيرها من المكياجات او واحد يقدر يخلي بيها حلويات ترهم الهواية شاء الله هاي الاشاق اللون الاسود هام كلش حلوة وهنا شوايات الفحم اجدت فترة يعني الناس يختارون اغلب شي كله ابيض واسود بس واللهي شوفي القوارج قد حلوة جنن انا عشق ويا القوارج كلش احبهم دائما يعجبني اغير بالاستكاين والكوابة والفناجين القهوة والقواري مات شاي يعني هالشكل واحد يحس طاقة غير شكل طاقة ايجابية حتى استكانت شاي تحسين طعمه غير شكل هوا او فنجان القهوة مجرد واحد نفسيته تتغير من يغير يغير اشياء اللي يستعملها ملل كل يوم نفس الشغلات اللي يستعملها فممكن واحد يضمها بالبوفيا او الكاونتر يطلع غير شي طبعا هم هنا مسوين تنسيقات الجدار على ميز الطعام خاليها يعني حتى يسهلون علينا الاختيار شوف هاي الدول كشكت حلوة او هاي المقدمات هاي للحلويات ممكن تصير للتباسي هذا الجدر ايضا يبقى على الحرارة يعني بشموع الضلي جوا مشعولة فحتى يبقى حار الاكل بي هاني عندي بس على شكل كهربائي الشمع الضانات تشكت حلوين هو حقيقة الجدار بيه شغلات كلش حلوة هاي العشاق اللون الابيض تشكيلة كاملة وواسعة كلها بلون ابيض بدون اي نقشة وهنا المجموعة التركية اكو تركي واكو ماليزي وهنا المنظمات هاي الجداري وهنا نسيت الجداري والطاوات اللي كلش حلوة طبعا هذا مجرب تاني ما اخذه من عنده وهي الاسلال اكو مال ملابس واكو ايضا ما الالعاب وهي خريبة الالعاب الاطفال وهي ما الصموت كانت بس هاي كانت سعرها 19 الف اعتقد هاي مددوب غالية حسيتها لذلك ما اخذتها ولكنت راح اخذها وهنا نقش تراتشف كلش حلو هذا اللون الرصاصي اكو سرير واكو سريرين يعني مزدوج مال نفرين ولحف ايضا هاي المخدات الطبية يعني خاصة مال رقبة اللي عنده تشنج بالرقبة وهي مال اسكميات باع هاي الزيتوني والاصفر رجقت حلوين كلش حلوين كلش حلوين والورود والمخادات اللحف البطانيات كلش عندهم بالاضافة الى حتى باعي تيبلام يعني اخذت منها تيبلام كلش حلو كان الغرفة ابنية اخذت لسبايدر يعني هو يحب سبايدر مان واكو على شكل طوبة وسيارة وتشكيلها كلش حلوة خاصة للبنات و للأولاد يعني حسب اكو شخصيات كارتونية باع ماشا و الدوب باتمان يعني هاي شغلات حلوة شوف هاي السيارة شكت حلوة تجنن فهذا الفلوغ معنا كان تلبية لطلب متابعاتي حبيت البيئ لهم و خلاص رح نرجع للبيت و اقول لكم بنهاية لتلسون دعم الفيديو بلايك و اذا قدرتو اتساول اشير بين الاهل و الاصدقاء اكون لكم ممنونة وبالنهاية اقولكم احبكم كومات و مع الف سلامة